مقبرة تتعان خامون بتعتبر ايقونة الاكتشافات الاثرية مش في مصر في العالم كله دا صحيح ثانيا لان دي المقبرة الملكية الوحيدة في ودي الملوك اللي اكتشفت كاملة يعني ما حدش جي جنبها بس مش هي الاكبر يا فندم صح لا 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 خالص ده هي الاصغر الاصغر اه يعني بكل صراحة هي تعتبر اصغر مقبرة في ودي الملوك في ودي الملوك في 66 مقبرة يعني في مقابر قدها عشر مرات وعشرين مرة واكتر من عشرين مرة بس للأسف الشديد احنا وجدناهم يعني بالكامل يعني مجرد جدران وحوائط واسقف وارضيات اه طبعا الحوائط والجدران عليها الكتابات والرسوم انما المحتوات منهوبة بالكامل هل بصراحة القناع الفريد من نوعه بتاعته عن خامون اللي العالم كله يعرفه اللي الاطفال بيعرفوه حتى في العالم هو ده المميز الاكتر لهذا الاكتشاف يعني هو ده اللي بروز الاكتشاف لا حقيقة مش بس القناع هو كل محتوىات المقبرة يعني تخيل حضرتك ان دي اصغر مقبرة في ودي الملوك وتخيل حضرتك ان في داخل هذه المقبرة الصغيرة اللي هي مفهاش الا حجرتين حجرة الدفن وحجرة الصالة الامامية ومغزن صغير يعني زي ما بنقول كده يعني اسكان شعبي اقتصادي يعني حاجة كده الآخر بمقابل بقى مقابر زي رمسيس التاني رمسيس تحتمس التالت مقابر يعني بتمشي فيها مسافات طويلة فدي اصغر مقبرة فيها كل الحاجات دي المقبرة عثرنا داخلها على خمستلاف تلتمية تمانية وتسعين قطعة فتخيل هذه المقبرة الصغيرة جدا ووجد فيها هذا الكم الكبير من الاثار المصرية القديمة طبعا الخمستلاف تلتمية تمانية وتسعين قطعة فيها اثار زهبية في اثار مذهبة في اثار خشبية فيها ملابس فيها اساس جنزي فيها يعني طعام اواني طعام واواني شراب وكل ما كان يستخدمه الملك في حياته منذ طفولته حتى وفاته وايضا حاجات حيستخدمها فيما بعد الموت في العالم الاخر فكل الحاجات دي خلت هذا الاكتشاف هو اهم الاكتشافات الاثارية في مصر وفي العالم كله منذ اكتشافها عام 1922 في 4 نوفم